موسيقى السلام عليكم ومرحبكم كمين في مغانتوف حلقة تقنية جديدة حلقة اليوم إن شاء الله سنتعرف على الطريقة المثالية التي تستخدمها لعديد من المقاهي التي تستخدم في الأماكن العامة في الأماكن التجارية وهي تركيب مستقبل رقمي واحد مع جهازي تلفاز يعني مستقبل رقمي وليس باستطاعته أن يقوم بعمل تقسيم لإشارة الصوت والصورة من خلال HDMI على أكثر من جهاز تلفاز هذه الطريقة كنا نعرفها في مداخل الـ RF يعني بواسطة الـ لكن مع الأجهزة الجديدة لم تعد تلك المداخل متاحة عليها يعني لديك فقط طريقة واحدة وهي أن تقوم بتقسيم الإشارة بواسطة الموديلاتور يعني الموديلاتور RF يعني لكي تقوم بتقسيم الإشارة على عدد معين من أجهزة التلفاز لذلك سوف أريكم طريقة مباشرة لتقسيم إشارة ريسيفر واحد مع أكثر من تلفاز يعني قد يصل إلى أربع أجهزة تلفاز أو خمسة أو ستة أو تمانية يعني لحسب نوع القطع التي سنستخدم بواسطة كابل HDMI من خلال قطعة HDMI سبليتر هذه القطعة أصدقاء الكرام تعمل بخمسة فولت يعني تقوم بتقسيم إشارة أي جهاز يعمل بHDME IN إلى أربع أجهزة تلفاز أوت بواسطة HDME كيف ذلك؟ تابعوا معنا الحلقة إلى الأخير إذن أول شيء هذه قطعة سبليتر التي تظهر لكم بوضوحتها وهي عبارة على سبليتر HDME 1 في 4 3D وكذلك Full HD 1080p ستلاحظون من الأمام مباشرة يوجد مدخل IN يعني HDMI IN ومجموعة من اللامبات التي تشير إلى اشتغال الجهاز أو جهاز التلفاز من الخلف سوف تجدون مباشرة يعني أربع مخارج HDMI مباشرة يعني بهذه الطريقة مع مدخل خمسة فولت وتبقى هذه القطعة يعني عبارة عن صندوق بسيط يعني تستطيع من خلاله يعني عمل هذه العملية إذن أول شيء يجب القيام به وهو أن أقوم مباشرة معكم بتركيب HDME IN يعني ستلاحظون هذا هو المستقبل الرقمي يعني سوف تقوم مباشرة بتركيب يعني HDME IN بهذه الوضعية وستلاحظون يعني أنه تم تشغيل الجهاز إذن سوف نقوم مباشرة بتركيب يعني HDME OUT يعني الخاص بكل تلفاز إذن لدي أولا هذا الـ HDME OUT سوف أقوم بتركيبه يعني في رقم واحد ستلاحظون أنه اشتعل ستلاحظون أنه اشتعل يعني اللمبة الخاصة برقم واحد يعني حتى تلفاز الأولى يعني اشتغلت إذن الآن سوف نقوم مباشرة بتركيب يعني مدخل HDME يعني ما أخرج الثاني يعني سوف نلاحظ هل سوف تشتغل يعني سوف أقوم بتشغيل تلفاز الثانية الثانية يشغل لاحظوا معي لقد اشتعل الضوء الثاني وسوف أرجع لكم يعني للخلف قليلا لتروا أجهزة التلفاز إذن كما تلاحظون الآن أصدقائي الكرام يعني كلتا الأجهزة يعني شغالة يعني بنفس الشاشة وبنفس كل شيء يعني أستطيع أن أكون بالتحكم يعني بالمستقبل الرقمي وهكذا أيها الأصدقاء يعني استطعنا أن نقوم مباشرة بعمل سبليتر لجهازين مع متقبل رقمي واحد إذن فتمن الجهاز والقطعة يمكنك أن تشتريها يعني من خلال الرابط المرفق لهذا الفيديو لأنني عندما سألت عنها هنا في المغرب يعني لقيت تمن ديالة واصل 150 درهم يعني ولكن واحد الرابط لقيته عبارة على واحد لوفر زوين يعني شريته منه ما عرفتش وش بقى لوفر المهم لمهتم سأترك لكم الرابط مرفق إن شاء الله في صندوق الوصف أرجو من الله أن أكون قد وفقت في هذه الحلقة وفي هذا الفيديو وأضرب لكم إن شاء الله موعد مقبل بحول الله على نفس القناة سعدة تقنية صلاة